النظرية اليابانية في الإدارة أو ما يسمى بنظرية Z قوة اليابان تستمدها من قوة الإدارة أنماطها وأساليبها المستمدة من قدور ثقافية وقيم معادات وتقاليل ونظم تعليم والتي تختلف فيها اليابان عن بقية المجتمعات الأخرى فقد استطاعت اليابان أن تضع مبادئ لنظرية في الإدارة أذهلت العالم في نتائجها وحققت المنظمات التي أتبعتها نتائج كبيرة المؤسسة اليابانية مؤسسة عائلية يتقاسم أفرادها العمل معا إذن هي خصوصية ثقافية تخوص المجتمع الياباني وتنعكس هذه الخصوصية الاجتماعية داخل المؤسسات ويتم تعامل أفرادها من منطلق عائلي يعني عندما يلتحق الفرد في أي مؤسسة يقول له أنت واحد مننا أنت واحد مننا يعني أنت صارت عضب في الأسرة القديدة سر التقدم اليابان يرجع إلى استخدامهم للعنصر البشري استخدام الأمثل على فكرة التطور الياباني وخاصة في الجانب الصناعي يعود إلى الجانب البشري لأنه 95% من المواد الأساسي أو المواد الأولية للصناع اليابانية هي موجودة خارج اليابان ويتم استرادها من خارج اليابان إذن اليابان تملك عناصر بشرية مؤهلة ومدربة تدريب عالية وبالتالي استطاعت أن تكون دولة اقتصادية قوية يشار إليها في اليابان ولديها تطور تقني وصناعي مميز إذن اتبعت الإدارة اليابانية استراتيجيتين أساسية نتعرف على هاتين الاستراتيجيتين الاستراتيجية الأولى هو أن الموارد الإنسانية هي ثروتها الأساسية إذن الإنسان هو ثروتها الأساسية وبالتالي اعتبرته استراتيجية من الاستراتيجات التي من خلالها تصنع التطور والتطوق الذي حصل في اليابان الاستراتيجية الثانية وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملة وهذه من أرواح الاستراتيجات إذا كسبت المنظمة يكسب العمل إذا خسرت المنظمة يخسر العمل وبالتالي يحرس كل العمال وكل المنظمين وكل المنتظمين على أساس أن تنقح وتكسب منظماتهم وبالتالي نقاح المنظمة هو نقاح لهم وخسارتها يخسر عليهم ويحرصون على أن لا تتعرض منظمتهم ومؤسستهم لأي خسارة من هذه الخسارة لتطبيق هاتين الاستراتيجيتين اتبعت الإدارة اليابانية ثلاث سياسات ينبغي أن تركزوا على هذه الثلاثة السياسات ابناء الطلبة لنعرف كيف استطاعت أن تحقق هذا التفوق الإداري السياسة الأولى هي تتمثل في النظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين من خلال التوظيف مدى الحياة والتدريب المستمر والتحقيق هذه الاستراتيجية يتم من خلال اختيار أفضل العناصر البشرية يتم من خلال التدريب المستمر داخل المؤسسة وخارج المؤسسة داخل المؤسسة عن طريق الممارسة العملية في العمل وخارج المؤسسة عن طريق حضور المؤتمرات والندوات كما يتم الأخذ بأسلوب التناوب والوظيفي وجعله أكثر ولاء للمنظمة واستقران فيها بعكس التخصص الدقيق للموظفة الذي يجعله أكثر عرضة بالتنقل بين المنظمات الأخرى ويقل الولاء التنظيمين بالإضافة إلى عدم التعجيل في ترقية العاملين فالفرد لا يترق إلا بعد قضائه مدة كافية في المنظمة يتمكن من الإلمان بمختلف جوانب المنظمة ويتشبع بقيمها وعاداتها كما يتم تقويم الموظف على فترات متباعدة حتى تكون شخصية الموظف أكثر وضوحا من خلال تعامله مع عدد معين من الأشخاص داخل المنظمة وبهذا يشترك في تقويم أداء الموظف أكثر من شخص نشوف السياسة الثانية السياسة الثانية المشاركة الجماعية في صناع القرار الإدارة اليابانية تؤكد على أهم صناعة القرار من أسفل التنظيم بمشاركة العاملين وتبدأ عمل صنع القرار بتحديد المشكلة ثم نشر الحلول المقترحة بين مختلف الوحدات التنظيمة التي لها علاقة بالمشكلة بهدف الحصول على موافقة جماعية قبل تنفيذها للقرار وتقدم الإدارة مكافآت لأصحاب الاقتراحات المفيدة والعملية السياسة الثالثة السياسة الثالثة لها علاقة بالاهتمام القوي بالقيمة المشتركة يعني تهتم الإدارة اليابانية بقيام المشتركة وبالتحديد القيام الاجتماعية والشعور بالمسؤولية من خلال الاهتمام بقيام المشتركة يهتم التركيز القوي على قيم الجماعية الموحدة وعلى الأخص الشعور الجماعي بالمسؤولية حيث يقوم التنظيم الياباني على أساس أن الجماعة هي الوحدة الأساسية في التنظيم وهذا عائد للقيام والعادات الاجتماعية داخل المجتمع الياباني الفرق بين الإدارة اليابانية والإدارة الغربية من خلال النقاط التي ستم الإشارة إليها سنتعرف على خصائص الإدارة اليابانية لكن بالمقارنة مع الإدارة الغربية في الإدارة اليابانية يوجد توظيف دائماً مدى الحياة أما في الإدارة الغربية فالتوظيف عندهم قصير الأمد في الإدارة اليابانية بط في التقويم والترقية في الإدارة الغربية السرعة في التقويم والترقية في الإدارة اليابانية عدم الاختصاص في الحياة الوظيفة ولهذا يؤمن بالتدمير الوظيفي والشخص يعني يمارس كل الوظائف ذات العلاقة بتخصصه والقريبة من تخصصه في الإدارة الغربية الاختصاص في الحياة الوظيفة بل يعني المبالغة في عملية الاختصاص في الإدارة اليابانية وسائل رقابة ضمنية أما الرقابة في الإدارة الغربية فهي رقابة علنية في الإدارة اليابانية تتم عملية اتخاذ القرارات جماعيا أما في الإدارة الغربية فيتم اتقال هذه القرارات فردياً في الإدارة اليابانية المسؤولة جماعية أما في الإدارة الغربية في المسؤولة فردية في الإدارة اليابانية الاهتمام الشمولي يركز على الاهتمام الشمولي بينما في الإدارة الغربية يتم الاهتمام المقزة هذه هي الإدارة اليابانية